مرحبا فيك وحبايا ببرج الجدي. اليوم سيقرأ قراءة توقعات برج الجدي. علينا نشوف بالنسبة لبرج الجدي. اول اشي راح نشوف بشكل عام الشغل الدراسة السفر وكذا. بعدا بندخل بالعلاقات العاطفية. بالنسبة للشغل في امر معلق. في امر ما تخذ فيه قرار. وانت عم تستنى على احر من الجمر في الشغل في العمل. وعم بيتم هذا الموضوع على خير. في العمل صار في عندك شوية. اللي هي انت واقف مكانك اليك فترة فحابب كتير انك تغير بشكل كتير كبير. حتى لو انت بنفس الشغل بتحاول تعمل تغييرات حتى لو بديكور المكان عم بتحاول انك تغير. لكن انا بحكيلك انه التغيير في الطريق. بالنسبة للناس اللي بستنوا سفر. عم بشوف ابراج مائية. وطاقة برج التور او العذراء. بالنسبة للناس اللي بدرسوا حباي بشويش في ملالة من الدراسة. شوي في التهاء يعني عم تلتهوا بامور بلا طعمة. فمش غلط انه من وقت للتاني انه الواحد يغير جو. لكن ما تبعد كتير عن الدراسة لانها هي المخرج الوحيد تبعك كلال هاي الفترة. ما حيغير نفسيتك الا الدراسة. عم تحصل على عم تحصل على نتيجة حلوة لكن مش كتير اللي انت تمنيتها لانه ضيعت وقت شوي بالفترات الماضية. برج الجديد. اذا اوراق بالعموم يعني مش سيئة منيحة. خلينا نشوف العاطفة للعزاب. اذا في شخص جديد هذا الشهر. برج الجديد اذا للعزاب. عم بشوفك محتار. في حيرة من امرك. ما عم يعجبك يعني اه وضعك. عم تحكي باي باي لوضع وتوح. او لشخص. ممكن يكون في شخص او حياة جديدة عند السناك. لبرج الجديد. لا في وراء فيه امل فيه. بس شخص جديد يعني بدي اشي يأكد لي انه فيه شخص جديد. شوف فيه شخص عم بيحاول يحكي معاك ولكنه بعرف طرف تاني. لكن انت مش عارف. او ممكن تكون عارف. بس فيه ظلام فيه فيه غموض يعني. على الاغلب انت مش عارف انه هو عم بيحكي مع طرف تاني. اه لكن عم تبلش اه يحكي معاك. ممكن يكون فيه ارتباط. مش كتير مبين فيه ارتباط لكن عم تتقلق يا برج الجديد. عم تثبت اه وجودك فيه. عم بيحسوا اللي حواليك بقيمة كبيرة لإلك. فيه شخص بيفكر فيك لكن ما هيبادر فيه. يعني حاولت انه اطلع من الوراء بس اكتر من هيك ما عم يطلع. اه معي. نبين كمان. انه انت مجروح ولسه ما تشافيت. يمكن عشان هيك ما عم يجي هذا الشخص الجديد في حياتك. لانه الشخص الجديد شرط انه يجي لازم تطلع من الطاقة القديمة. من شخص قديم كان مؤثر في حياتك. فلما تطلع من هاي الطاقة رح يتحرك هذا الشخص ناحيتك. فحاول بالفترة الجاي انك تستغل هذا الموضوع. خلينا نشوف المتزوجين لبرج الجدي اش ظروفهم? هل في مشاكل? هل في طلاق? لا سمح الله. ازا لبرج الجدي. الورق اللي نزل معاي رح اقرأه. ازا لبرج الجدي المتزوجين حبايبي. في حمل كبير عليك. او القراءة ممكن تكون عكسية. في اللي هي مدفوعات مبالغ مالية مطلوبة منك. فانت بتحاول هاي الفترة انك تغطي او تسد هاي الديون او قرض منك ممكن. فعم بيكون بالك كتير مشغول متزوجين من هذا البرج. الاولاد عم يشغلوا بالك بشكل مش طبيعي. وكأنه عم او واحد منهم ممكن يكون في طريق انت مش عاجبك. فعم بتحاول انه تسيطر على الامور. عم بشوفك عم بتسيطر عليها. بالنسبة للشريك. الشريك كتير مشغول في المواضيع المادية. المواضيع العاطفية حاليا ما عم يفكر فيها. عم بشوف شوية بعد اللي هي المشاعر عم بتكون شوي باردة من ناحيتكم. عم يرجع لك شيء قديم من قبل. وكأنه في شخص ثالث عم يدخل على الموضوع. ممكن يكون عندك او عند الشريك. يعني خلال فترة الملل هاي اللي انتو فيها او البرود. عم بيدور الشريك عن شيء ينعش مشاعره. او هو في طبيعة الحال عم يحكي مع طرف اه 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 تالت. بس في سعادة. في نوع من السعادة وكأنه في فرحة حتدخل اه على البيت. عم بتكون مسيطر حبيبي على اللي هي اه الامر العاطفية. عم تمتلك قلب الحبيب من بعد ما شاف هو الطرف الثالث وما عجبه او مل منه. اللي هي فترة يمكن اسبوعين ثلاث عم يحكي مع مع شخص ويتركه. بس عشان ينعش مشاعره ويرجع لك بمشاعر اه جديدة. لانه انت رفيق الحياة. انت بالنسبة له الاول والاخير. يعني في الاول وفي الاخر هو عم بيفكر فيك اه انت اه الانسان اللي حتكمل معه اه كل الحياة. عم بيشوف اه فيك اه اه عم بيشوف فيك الشخص اللي اتحملت معه كل المصاعب. فمش هاين عليه انه يغدرك او يخونك. فعم بيشوفه عم بيرجع لعقله بشهر اه تموز. وعم اه بيقدم لك ممكن هدية او حب. حب زيادة عن اللازم. يعني الشريك يا قبيض يا اسود. يا من مرة بده يبعد يا اما اه يعني لما يقرب يقرب. اه فعم يحصل على قلبك من جديد. وعم تجددوا الحب اللي بناتكم. اذا اه لبرج الجدي المتزوجين منهم. في حمل. فيه نسبة حمل للي عين يستنوا حمل. اه من النساء. فيه وفيه. لانه بيين فيه ولادة فيه بداية شي جديد في اه. فيه حمل. للمتزوجين. خلينا نشوف اه المرتبطين اللي هما مش منحصلين. للمرتبطين. اذا. اه شونية الشريك. وهل هو صافي ناحيتنا او في علاقات اه تانية في حياته. لبرج الجدي. فيه امكانية وجود علاقة ثلاثية لكن مؤقتة عم بتكون. اه ما عم بتأثر اه كتير على اه الطرف اللي معانا. الشريك. اه فيه امل جديد في العلاقة وكأنه خبرية رح توصلت عن اه الشريك من من ناس تانيين يعني شو يحكي لك اياها. اه هو كتوم. نبين عليه انه شوي اه كتوم اه الشخص وعم بيرتب اموره في اه في ضل يعني في ظلام في اه عم بيكون متكتم كتير. اه على الخطوات اللي عم ياخدها عم يحاول يحل مشاكله لحتى اه يرتبط فيك. القراءة ممكن تكون اه عكسية. انت عم بتكون اه الامور معك زابطة كتير. الحظ عم يلعب معاك دور كبير بالنسبة للمرتبطين. عم عم يطلع على السطح يعني هذا الشخص القديم عم يظهر في حياتك لكن اه وحتى اكتر من شخص يعني كنت تعرفه اه من قبل طبعا عندك او عند الشريك القراءة ممكن تكون عكسية اه عم يظهر اه لكن ما عم يأثر. عم تتمسكوا في اه بعضكم البعض. عم بشوف حب حقيقي. اه ممكن ينتج عنه عيلة. في امكانية ارتباط. لبرج الجدي. خلينا نشوف في قرار رح اه ياخدوا اه الشريك. اه ممكن يكون اه ارتباط. فبشائر خير لبرج اه اه الجدي. خلينا نشوف للمنفصلين من برج اه الجدي. شو محبي لهم اه الوراء. ناخد هذا الوراء. للمنفصلين. لكن في امل في الرجوع. امل كبير. اه من الطرف الاخر. عم بيفكر اه انه يرجع باي طريقة كانت. عم بيحاول يقدم لك مصالح شغلات. علشان انت تقبل انه يرجع عم بيكون في اتفاق. اه وكأنه ارتباط او اتفاق على اه طبيعة العلاقة اه الجديدة. اللي اه راح تعملوها اه سوا. وممكن يعبر هذا عن علاقة ثلاثية كمان. اه بالبداية ما راح يكون عم بيفكر بارتباط و اه امور من هذا النوع. اه لكن فيما بعد اه ممكن تتطور الامور بشكل حلو. اذا في امل في الرجوع في اه شهر اه تموت. عم بتكون مش شايف اي شي حواليك اي فرص. اه بدك الطرف الاخر باي شكل. هو عنده نفس اه الشعور. ولكن ما عم ياخد اه خطوة كان بالفتر الماضي. لكن الان هو جاهز اه للرجوع. خلينا نشوف اذا في نصيحة ممكن انقدمها لبرج الجدي. لشهر تموت. اذا في نصيحة شو هي من الاوراق من الطخة الكونية من الكون. عم بيحكي لك اعمل توازن. اعمل توازن في حياتك. اعطي شوي للروحانيات. اه ما تكون بس اللي هو بتفكر بمادية او بالامور المادية كتير. فكر بالروحانيات لانها ممكن ترفع طاقتك لدرجة انت ما بتتخيلها يعني. بتخليك بتوصلك لمرحلة اللي هو بتخليك تحصل على كل اشي. فكون اه على قد هاي اه الطاقة. وعشان توصل لهاي الطاقة بيقولك انت بعيد اه حاليا عن الروحانيات. فحاول اه انك تكون اكتر روحاني بهاي اه الفترة. لانه انت بحاجة لهاي هاي الموضوع. اه فببشرنا باشي ممكن. بالورق. عم بنشوف كنت عم تنتظر. وبالاخير عم عم تحصل على على موضوع كنت تستنع. اه فهذا كل اشي بالنسبة لبرج اه الجدي حبايبي بشوفكم بالجهاز.